الآن نروح بقى الأهم خبر خاص بالنادي الأهلي وكمان جماهير النادي الأهلي اللي هو عن موقف أحمد فتح أحمد فتحي بيثير الجدل في الفترة الأخيرة بشكل كبير جدا وناس كتير جدا اتكلمت عن اللي حصل مع أحمد فتحي وحالة الغموض يمكن خلوني أقول لحضراتكم برضو القصة بدأت من أكتر من أسبوع بعد فشل مفاوضات التجديد مع فتحي والإعلان الرسميا عن الرحيل طبعا عن النادي الأهلي وكانت الوجهة أحمد فتحي للانتقال كانت بهمز بداية من الموسم اللي جاي لمدة 3 مواسم مقابل 50 مليون جنيه وده الكلام دي طلعنا قلناه هنا نيمكن من فترة قبل التوقف واللي حصل واتكلمنا أن أحمد فتحي مش راضي وكان الموضوع لسه في الأول أن هو عايز يمشي أو مش عايز يكمل غير بشروط هو هيكون بيحطها أحمد فتحي لمجلس إدارة النادي الأهلي ممكن ما يتمش الموافقة عليها كلمنا قبل كده ونسطلعت قالت أن ده ما حصلش وأن فتحي مكمل ولكن دلوقتي الأيام بتثبت اللي احنا بنطلع نقوله ولكن حصل يعني اللي ما كانتش حسبه أحمد فتحي يعني أكيد الرجل كان حسب حسبة مختلفة عن الأحداث اللي موجودة دلوقتي فتحي طلب رقم معين من مجلس إدارة النادي الأهلي ما توافقش عليه مجلس إدارة النادي الأهلي عرض عليه رقم أحمد فتحي ما وفقش عليه ولكن كان فيه عرض تاني ولكن الأمور ما مشتش على ما يرام أحمد فتحي بعد ما أعلم مسؤول النادي البيراميز التراجع عن التعاقد مع فتحي بناء على طلب من المدير الفني الكرواتي للفريق أنتي تشاتشيش وده طبعا اللي خلى موقف أحمد فتحي في غاية الصعوبة لأن العلاقة دلوقتي مع النادي الأهلي وجماهيره اتوترت لما رفض التجديد وفي الوقت نفسه مش هيروح بيراميز وده اللي خلى عدد من لعبي النادي الأهلي الكبار على رأسهم كان وليد سليمان وعلي معلول والشناوي يدخلوا لإزالة الخلافات بين اللاعب وأدارة النادي ويتم فتح باب المفاوضات للتجديد مرة تانية وتقريب بقى وجهات النظر بين أحمد فتحي ومجلس أدارة النادي الأهلي الموضوع بقى صعب الموضوع بقى معقد بعض الشيء لأن جماهير النادي الأهلي ما أعتقدش أن أنت دلوقتي لو بتتكلم أن أنا هجيب أحمد فتحي مرة تانية هطلع أقول أن أحمد فتحي يجدد للنادي الأهلي بشروط النادي الأهلي أعتقد أن الجماهير برضو فيه جزء كبير جدا هيطلع يقول لا مش عايزين أحمد فتحي لا اللي حصل من أحمد فتحي ما أعتقدش أنه يكمل في النادي الأهلي كلام كتير جدا والموضوع بقى معقد فتحة هيروح فين هيكمل في النادي الأهلي وممكن يكون لواليد سليمان والشناوي وعلي معلوله لعيبة الكبار في النادي الأهلي ممكن يكون ليهم مفعول مع مجلس إدارة النادي الأهلي وترجع مرة تانية المية المجارية وترجع المفاوضات مرة تانية ويقعد أحمد فتحي ونشوف أحمد فتحي بيكمل مع النادي الأهلي الموسم اللي جاي ولا ممكن نشوف أحمد فتحي بيرتدي فانيلة نادي الزمالك كل شيء وارد وكل شيء جايز هتطلع تقول لي لا ممكن مايروحش يعني لا الزمالك اكيد فاتح خط مفاوضات النادي بيرمز زي ما كان ان في عقد ما بين فتحي وما بين بيرمز قمته 50 مليون جنيه لمدة 3 سنين اكيد دلوقتي في كلام كتير جدا داير ما بين الزمالك والاهلي وبييرمز في موضوع احمد فتحي بس لا اعتقد ويعني ان الموضوع احمد فتحي مع النادي الاهلي اتقفل بنسبة كبيرة جدا بعد كل الاحداث الاخيرة اللي حصلت وبعد الموضوع وبعد رفض التجديد وبعد رفض المبلغ اللي كان حتدخلوا مجلس ادارة نادي الاهلي الكلام اعتقد دلوقتي اختلف بشكل كبير جدا ممكن تكون وجهة ناظر انت تشتشيتش ان هو مش محتاج احمد فتحي ولكن دي برضو معطقتش يعني في النهاية خلينا نتفق عن ان احمد فتحي واحد من احسن اللعيبة اللي موجودة بيجيد اللعب كباكرايد بيجيد اللعب كسيردباك في وسط الملعة ليه اماكن كتيرة جدا فما فيش مدير فني اعتقد ان هو يكون رافض ان لا مش عايز احمد فتح احمد فتحي مش قادر يدي لسه موسم او اتنين لا انت تشتشيتش ممكن يكون في كلام تاني داخل الموضوع ما اعلنش بشكل رسمي او ما اعلنش باي شكل من الاشكال ولكن في النهاية ان دلوقتي احنا في امر واقع احمد فتحي مش هيجدد مع النادي الاهلي بيرامز بيتراجع عن التعاقد الزمالك ممكن يكون موجود في الصورة ولكن من بعيد لبعيد لسه الموضوع ما تحسمش للنهاية ولكن اكيد اي حاجة هتحصل اي تدعيات للموضوع هتحصل هنطلع نقول لكم بمنتهى الشفافية بمنتهى اكيد الامان اشتركوا في القناة